أعلن لمنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان افتتاح الحوار الوطني الأربعاء المقبل مشيرا إلى أن كافة أطراف الحوار الوطني كانت متعاونة على مدار العام الماضي بما يؤكد الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين وأكد المنصق العام للحوار الوطني عدم وجود خطوط حمراء في الحوار الوطني لفتا إلى أن اختيار مجلس الأمناء يعكس تمثيل المجتمع المصري والتوازن مشيرا إلى عدم إصدار أي قوى سياسية أو حزبية بيانا حول رفض الاشتراك في الحوار بما يشير إلى حالة من الإجماع بشأن الحوار الوطني